ماء وكهرباء وإكساء الشوارع أهم المشاكل التي طالب سكان قضاء المحمودية بإيجاد حلول جذرية لها بعد أن غلف الإهمال وسوء التخطيط مناطقهم لتدخل ضمن المناطق المنقوبة خدميا ما بيها خدامات المحمودية ميتة كل شي ما بيها أطرابتها وشوارحها طينة بالشتاء بصيب أطرابة كل شي ما مستفادين من عدها التبليغ ينقص وهي جدامك شوف الإزبائل وهي كل ما ينظفه وهي خاصة المكان فرد الحي المنظفين بيه امتعاض المواطني وتراجع الخدمات دفع بوزارة الأعمار والبلديات ودائرة بلدية المحمودية بحملة خدمية تضمنت إكساء بعض الشوارع ورفع النفايات لتجميل تلك المناطق والعمل على تصحيح المسار الخدمي مناطق حزام بغداد بشكل نعام من أجل تحسين الواقع الخدمي للمواطنين تقوم الوزارة وبإشراف ومتابعة من قبل السيدة وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة الدكتورة المهندسة آن نافع عوسي بحملة خدمية في مناطق حزام بغداد وتحديدا في منطقة في قضاء المحمودية نعتمدين على جهدنا الآلي والذاتي نقوم بحملات مكثفة لرفع النفايات والأنقاض من الشوارع والساحات العامة وتعديل الشوارع الرئيسية إضافة إلى اعتمادنا على معمل الإسفلت المحمودية في تبريد الشوارع القضاء الرئيسية مبادرة لاقت استحسان البعض على أمل أن تعمم في جميع مناطق حزام بغداد والتي تفتقر للكثير من الخدمات الأساسية مصطفى حمدي قناة الرشيد الفضائية بغداد